للحديث أكثر مشاهدين عن تطورات الانتخابات الرئاسية في تركيا معنا من مدينة غازي عنتابة تركيا الكاتب السياسي التركي عبدالله سليمان مرحبا بكم أستاذ عبدالله إذن نحو أقل من ساعتين تقريبا على أقفال صندق الانتخابات في تركيا كيف تقيمون اهتمام الناخبين بهذه الجولة الثانية جولة العادة في الانتخابات الرئاسية التركية نعم بدأت منذ الساعة الثامنة صباحا انتخابات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بالفعل وبقي حوالي ساعتين أو أقل من ساعتين وتغلق الصناديق هناك اهتمام كبير من قبل الناخبين ويقول مظهر المحللون بأن الأعداد ربما تتجاوز أو نسبة التصويت تتجاوز نسبة التصويت في الجولة الأولى وهذا ما حدث بالنسبة للانتخابات الخارج تجاوزت نسبة 55% بينما كانت في الجولة الأولى حوالي 53.8% لا توجد هناك مشاكل كما صرح رئيس الهيئة العليا للانتخابات هناك مشاكل بسيطة هناك لكن لا تؤثر على سير العملية بالمجمل هناك هدوء في كافة الصناديق هناك سرعة أيضا لأن هذه الانتخابات تشمل فقط انتخابات الرئاسية والورقة الانتخابية عبارة عن ورقة صغيرة هناك مرشحان فقط يتم اختيار أحد المرشحين ووضعها في الظرف دون تانية حتى لأن حجم الورقة صغير فلذلك تنتهي أعملية تصويتية خلال دقيقين أو ثلاث دقائق بينما في الجولة الأولى كانت تستغرق ربما خمس دقائق إلى عشر دقائق لوجود ورقة انتخابية كبيرة جدا يصل طولها أكثر من متر كانت تحتوي جميع الأحزاب وكانت هناك انتخابات برلمانية أيضا فلذلك الأمور جيدة ومع انتهاء التصويت سيبدأ فرز الأصوات ويتوقع أن ينتهي أيضا فرز الأصوات بسرعة كبيرة جدا ربما قبل التاسعة يكون كل شيء قد انتهى وظهرت النتائج النهائية طيب إلى أي مدى استطاعت برأيكم هذه الحملات الانتخابية التي منحت في جولة العادة أن تغير توجهات الناخبين وكيف تنظرون إلى خطاب المرشحين بالتأكيد هناك كتلة سابتة ستصوت لمن صوتت في الجولة الأولى وهناك كانت كتلة قد صوتت لسينان أغان أو محرم إنجا ستختار أحد المرشحين وهناك أيضا كتلة جديدة ضمت إلى قافلة الناخبين حوالي خمسين ألف شاب سيصوتون لأول مرة وهناك كتلة ثمانة مليون ونص لم تصوت في الجولة إلا قد يصوت نسبة منهم في الجولة الثانية طبعا هناك سيكون هذه جولة الحسم في اعتبار هناك مرشحين سيكون أحد المرشحين سيحوز بالتأكيد على أكثر من خمسين في المئة وسيكون هو الفائز طبعا في الجولة الثانية هناك تغير كان خاصة في خطاب المعارضة والتركيز على موضوع اللاجئين إعادة اللاجئين السوريين قسرا خاصة بعد اتفاقها مع رئيس حزب الزفر أميد أصداغ الذي كان حملته الانتخابية البند الرئيسي فيه هو إعادة اللاجئين السوريين فلذلك ربما كانت أكثر حدة وولدت ربما نوع من الروح الكراهية والعنصرية من السياسيين تجاه اللاجئين السوريين وهناك حدثت بعض الحوادث العنصرية للأسف أدت إلى مقتل بعض الشبان السوريين لكن ستظهر النتيجة اليوم بعد الساعة الخامسة وستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانتخابات وسيتم تحديد الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية ما مدى تأثير الخطاب السياسي المتشدد الذي ركز طبعا للمرشح الرئاسي كامال كليشتار أغلو الذي ركز حول مسألة اللاجئين ولسيما السوريين منهم هل من الممكن أن يؤدي هذا التأثير إلى تحويل قرار الناخبين بالنسبة إليه؟ مرشح المعارضة مثل ما تفضلتم ركز في حملته في الجولة الثانية موضوع الرئيس البندي الرئيسي كان إعادة اللاجئين السوريين أيضا في تحالفه مع أميد أصدغى الذي كما قلنا خطابه الرئيسي كان مرتكز على ذلك أيضا كان هناك بنود ربما أزعجت الناخب الكردي منها رفحات القيوم التي كانت تفرض على رؤساء البلديات الذين لهم التصاق بالإرهاب فيتم تعيين قيوم من قبل وزارة الداخلية موضوع آخر محاربة الإرهاب أيضا والإدارة الزاتية لبعض البلديات أيضا منحها حسب ما تحالف مرشح المعارضة مع الأحزاب الكردية هذا بالتأكيد كان هناك تناقض بين وعوده لتلك الأحزاب الكردية وبين اتفاقه الجديد مع أميد أصدغ فبالتالي سيغضب هذا التوجه الجديد في جولة ثانية بعض الناخبين الأكراد ربما لن يصوتوا لكمال قدشترغل وبالمقابل سيكسب بعض الأصوات القومية المتشددة لكن بالمجمل أعتقد أن كمال قدشترغل لن ينجح في كسب أصوات القوميين المتشددين وبنفس الوقت الأصوات الكردية بخصوص أعلان النتيجة وفي ظل التأكيد الهيئة العلية للانتخابات أنها لم تتأخر هذه المرة في هذه الجولة بأعلان النتائج ما أهمية ذلك الأعلان السريع في النتائج للشارع التركي؟ طبعا هذا مهم جدا إعلان سريع للنتائج في حال تقبل طرف الخاسر النتيجة ومباركتي للطرف الفائز سنتهي الأمور وتبدأ مرحلة جديدة في الحياة التركية لكن الخوف والخشية من أن لا يقبل الخاسر بنتيجة الانتخابات ربما يزب إلى تجيش الشارع ويتأخر في مباركة الفائز فهنا ربما تحدث بعض الإشكاليات في الشارع نعم أيضا شكرا جزيلا لك كان معنا عبر سكايب غازي من غازي عن تاب الكاتب السياسي تركي عبدالله سليمان شكرا لك